بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثامن من الدرس السابع بارت 8 شابتر 7 بعنوان دايمانشنينج سوف ناخد بعض الأمثلة وعشان نبين وضع الأبعاد في حالة السكشن يعني وضع الأبعاد في الأوجه اللي فيها قطع هي نفسها وضع الأبعاد في المجسمات بدون قطع هناخد مثال هنا هنا عندنا الإليفاشن والبلان بدون قطع وضعنا الأبعاد في البلان وهنا عندنا إيه الإليفاشن والبلان ولكن بعد إيه بعد القطع وهنا وضع الأبعاد بعد القطع يعتبر أفضل وأحسن من وضع الأبعاد قبل القطع يعني هذه الصورة الأفضل بتاع وضع الأبعاد هنا مثال ثاني هنا وضعنا الديامتر بتاعنا وهنا وضعنا البعد هذا اللي هو سوى 10 متر ولكن فيه الإليفاشن قبل القطع الأفضل أنه نضع الأبعاد بعد A بعد القطع For half section view use dimension line with only one row head that point is to the position inside the section portion يعني هنا بنستعمل بس جزء من dimension line ويكون اتجاهه في اتجاه داخل الجزء اللي قطعنا